يا صباح الخير وساعدة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا شازل صباح الخير عليك يا جمانة وصباح الخير على كل مشاهدين في كل مكان أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر كلنا بلا شك بنشتكي من أن السوشال ميديا وغدانة من نفسنا وغدانة من حياتنا وغدانة من أهلنا كلنا قاعدين على السوشيال ميديا وقت كتير جدا من يومنا بيضيع على السوشيال ميديا لكن ما بندركش ده غير بعد اليوم ما بينتهي بتلاقي نفسك قاعد عملت تصفح على السوشيال ميديا بتدخل من الموقع ده للموقع ده من المنصة دي المنصة دي لكن في النهاية محصلتك ايه؟ ولا حاجة ممكن تكون عرفت خبر خبرين كلمت حد طمنت على حد طبعا عارفين ان فيه جوانب كويسة لكن في النهاية انت عملت تصفح كده وخلاص ايديك ايديك تعودت ان انت عمل تتصفح مش بتركز كمان في المحتوى فاحنا مخطوفين كلنا مع السوشيال ميديا لكن القاعدة مع الاهل ليها حسابات تانية انك تقعد مع اهلك تقعد مع والدك والدتك اخواتك زوجتك اولادك انك تتجمع في تجمع عائلي دي حاجة كده بمثابة اعادة شحن الروح مرة تانية انت كلنا مضغوطين وضغوطات الحياة على الناس كلها هاجمان لكن في النهاية انك تقعد مع اخواتك وتقعد مع اهلك تخصص يوم في الاسبوع على الاقل او تخصص فترة في يوم بلاش اليوم كله لو ظروفك مش هتسمح انك تعمل كده دي حاجة كويسة جيدة طبعا دي حقيقة فانيني شازليل يعني فكرة ان انت بتقعد مع اصرتك او مع ريبك او حتى مع صحابك قاعدة كده تتكلموا وبعض بيبقى ليها طعم تاني التواصل نفسه بيكون مختلف بتقدروا تعرفوا فعلا من بعض انتوا كويسين مش كويسين حد عنده مشكلة حد محتاج حاجة لكن اللي بيبقى على سوشال ميديا ده بيبقى جاف جدا حتى ما بنقدرش نعرف اذا كنا فعلا عندنا مشكلة لو عايزين نتكلم في حاجة لو بنمر بأزمة ما بنقدرش نعرف واحدة من ادوات التواصل هو خلينا نقول نبرة الصوت طريقة لغة الجسد طريقة كلامنا مع بعض كل ده بيفرق في ان احنا نقدر نوصل مشاعرنا لبعض فكرة السوشال ميديا زي ما كنت تتكلم يا شازلي الحقيقة خلتنا نتجرد بنشيل كل الادوات دي فمنبقاش عارفين انت بتقاش عارف اللي قدامك كويس شو كويس اه عامل ايها الحمد لله خلاص بالزبط ما بتبقاش قادر تعرف قوي بس انت امتى اخر مرة بقى جمعت مع اسرتك امتى اخر مرة جمعت مع اصحابك بوسي بالنسبة لأسرتي الكبيرة او لعائلتي يعني بتكون مرة في الشهر مثلا مرة كل ثلاث اسابيع بس لازم يكون فيه تجمع بالنسبة طبعا في البيت عندي كأصورتي بقى الصغيرة لكن من الحاجات السابتة والبعض الناس دلوقتي بدأت تنساها او بدأت ما تركزش في حاجة زي دي انك تحدد على الاقل معد الغداء لأسرة كلها تتجمع مع بعض وقت الغداء مش مسألة ان احنا بناكل مع بعض الفكرة مش في الاكل في حد ذات ولا الفكرة ان احنا بنقعد نتكلم مع بعض سواء قبل الاكل او بعد الاكل فطبعا لا يوميا يا جمان احد يعني بقعد اتكلم مع بنتي يتكلم مع مراتي يوميا فيه تجمع اسري صغير كده محدود انما اخواتي ووالدي ووالدتي لا التجمع بس يكون مرة كل ثلاث اسابيع كل شهر على حسب الظروف طبعا بسبب الشغل وكده طبعا كل حد يبقى عنده كمان زروف خاصة طبعا الشغل لو فيه حد بكمان المتطلبات الشغل كمان بتفرق في الموضوع ده قوي احنا بالنسبالنا لسه والله يمبرح بالليل يعني كل لسه عادين تجمع ايني او يعني كل لسه عادين زي ما انت تقول الاسرة الصغيرة يعني انا وماما واخوتي شحنا انت تقطع ايجابية بين على وشك او طبعا ايوه يعني ابنت اخويا وابن اخويا كانوا لأ كانوا عندنا لسه بيرحموا على طول الحقيقة عندنا يعني احنا يعني ما اعتقدش انه بيعدي اسبوع بالعكس اكتر من مرة في الاسبوع بيكونوا موجودين عندنا يعني في دوشة مش موجودة في حاجة مرقصة كده شوية صحيح النهاردة الجمعة كمان يعني فرصة الناس يعني طبعا حيانا سؤال حياتنا النهار بيقول اخر مرة جمعت فيها انت واخواتك كان امتى وهل انتم متعودين تعملوا ده كل اسبوع ولا لا بمناسبة النهاردة يوم الجمعة اعتقد انه يوم مناسب لناس كتيرة جدا غالبية الناس بتكون اجازة في يوم الجمعة ففرصة الناس تخرج وتتجمع مع بعض يتقابلوا عند حد في البيت يتقابلوا في مكان بره المهم يكون فيه تلاقي تلاقي ذهني ويعني اتصال مباشر بين الناس ونسيب الموبايل يعني ما كنتم مع بعض ولمسك الموبايل برده دي مشكلة بقى نسيب بقى الموبايل بتلاقي حد جاله فجأة كده اشارت كده مع نفسه فجأة وراح ماسك التليفون وقاعد يسكرال زي ما انت بتقول قاعد يتفرج على التليفون طب انت نزلت ليه يا انت موجود لي احنا موجودين بجد عشان نعمل ايه عشان تلاقي نفسك عمال تقلب وفجأة كده تسحبت من الناس اللي قاعدة ومبقيتش قاعد معاهم وبالمناسبة ممكن يبقى حد قاعد معاك يا شاستي تلاقي اعملت له لايك على حاجة اعملت له كومنت عشان ما هو قاعد معاك تتكلموا صح متبعت له ليه وانتوا قاعدين مع بعض دي مشكلة كبيرة جدا فعلا بقاني دلوقتي بنفضل حتى لو احنا عاديين في تجمع انك تتواصل معاك عن طريق الواتساب يعني حتى لو بعت صورة او بعت حاجة دمها خفيفة على الواتساب هو اساسا ليه اختار التوقيت ده وانتوا قاعدين مع بعض انه يبعت حاجة دي على الواتساب مع انه ممكن يتكلم فيها قدامك او يبقى يبعتها في اي وقت يعني نستغل ان احنا موجودين مع بعض وبنتكلم ونتواصل بشكل مباشر يكون افضل بالتأكيد يعني انه تتواصل على الواتساب فتلاقي حد بعد حاجة على الواتساب مثلا تلاقي الناس كلها داخلها تتكلم على الواتساب وخلاص بقى فيه صمت في القاعدة وكل قاعد بيكتب في الشات او لا دي مشكلة يعني انا فعلا ما بفهمهاش طب احنا عادي انا جمعنا ما قدام بعض يعني ليه ده طيب وانت بتكلم عن موضوع الاكل يا شزلي انا عرف انت بتحب الاكل قوي زي يعني يعني مش مش هتكلم عليك لو قاعدك اخر ازوما كان فيها ايه الاكل اللي كان موجود كان ايه كان بط تقريبا على ما اتذكر اشتارفة 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 انا فاكر فيه مرة قلتلي فطير برده صح ممكن يكون اليوم اللي قبلها تقريبا او كان الصبح مساء فطير وبعد كده وبعد كده هو تجمع امرة في الشهر فطبيعا يكون فيه اهتمام بالاكل يعني على اي حال ربنا يديم لمتكو جمعتكو يا شاسلي وطبعا يعني ديم دايما جمعتكو وكلكو مع بعض النهاردة الجمعة حاولوا يعني تكلموا كده قريبكو تكلموا اسرتكو تتجمعوا وتقعدوا مع بعض شوية تتغدوا مع بعض تفتروا مع بعض يعني يبقى فيه تواصل كده بينكو وبين اسرتكو وكمان صحابكو ممكن تشوفوا صحابكو كده نهاردة هيعملوا ايه نهاردة الجمعة يعني خلينا نستغله ونحاول ان احنا نبست فيه عشان نبدأ الاسبوع الجاي كده بحيوية وبنشغل بنصبح على حضراتكم جميعا جمعة مباركة صباح الخير والسعادة عليكم وصباح الخير يا مصر